مصير مجهول يلقي بظلاله على خليفة تنظيم داعش المفترض أبو الحسين الحسيني القراشي ليعيد الجدل حوله بعدما أكدت مصادر داخلية مقتله في عملية للاستخبارات التركية بوقت سابق الغموض حول القراشي لم يكتنف خصومه فحسب ولكن مقاتليه وقادته ممن لم يكونوا يعرفون بالهوية الحقيقية لزعيمهم الذي كان تولى منصبه خلفا لأبو الحسن الهاشمي في نوفمبر 2022 قبل إعلان مقتله في مايو من العام 2023 وبالتزامن مع انتظار أنصار داعش بأن يقوم ديوان الإعلام المركزي بحسم الشكوك حول أبو الحسين الحسيني القراشي ضعفت ديوان في إصداره الأخير والمعنون بصناع الملاحم سبعة الشكوك حول مقتله حين تعمد حذف اسم الخليفة المفترض من الإصدار وإلى ذلك ظل المتحدث الإعلامي لداعش أبو عمر المهاجر الذي يعتقد أنه موجود في سوريا حبيس الصمت المطبق تاركا مقاتلي التنظيم وأنصاره يتساءلون حول من يقوده أو يسير أموره وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها داعش لهذا الأسلوب إذ سبق أن أخفى داعش مقتل متحدثه الإعلامي السابق أبو حمز القراشي ثم اعترف بمقتله في فبراير 2022 وكذلك تكتم على مقتل خليفته الأسبق أبو الحسن الهاشمي والذي قتل في مدينة جاسم السورية منتصف أكتوبر 2022 قبل أن يقر بمقتله في 30 نوفمبر من نفس العام وقالت قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي إن عددا من عناصر التنظيم أكدوا مقتل أبو الحسين الحسيني مضيفة أن الصمت حول مصيره أدى لتزايد الغموض والضبابية حول مصير القيادة العامة لداعش في سوريا وأشارت القناة إلى أن الإطاحة بالحسيني دليل على حجم الارتباك والتيه الذي تعيشه قيادة داعش كما أنها تبرهن على أن الفرع السورية لداعش صار مرتعا للعملاء والجواسيس الذين اخترقوا التنظيم وفي هذا الصدد يحمل التأكيد غير الرسمي على مقتل خليفة داعش اعترافا ضمنيا باختراقه وعجزه عن تأمين قيادته العليا بجانب تأكيده على أن التنظيم يعاني بشدة منذ غياب أبو سارة العراقي الرجل الأقوى في التنظيم والذي كان يعرف بمهندس داعش وهو الذي اختار أبو الحسيني الحسيني ليكون خليفة للتنظيم بعد مقتل سلفه أبو الحسن الهاشمي وبدوره ذكر مصدر سوري مطلع على الشؤون الجهادية أن عددا من مقاتل داعش الناشطين في مناطق مختلفة بسوريا وخصوصا في مناطق شمال شرق سوريا يعملون بالأساس كقتل مأجورين ويوظفهم التنظيم للقيام ببعض الأعمال الإرهابية مقابل مكافآت مالية يحصلون عليها وهذا يعني أن عقد التنظيم كحركة تتبنى النهج الجهادي فكرا وحركة قد انفرط وبالتالي فقد تحول إلى ما يشبه منظمة العصابات التي يحاول أعضاءها البقاء والتعايش بأي طريقة ممكنة وعلاوة على ذلك فإن أخفاء مصير أبو الحسين الحسيني حرم التنظيم من واحدة من الحجج التي كان يستند إليها في صراعه مع غريمه التقليدي تنظيم القاعدة حول الفوز بأنصار الجهادية العالمية فبعد أن كان داعش ينتقد القاعدة بحجة أنهم بايعوا الأموات وأخفو نباء مقتل الظواهري لنحو عام صار هو الآخر موصوما بأنه يفعل نفس الشيء بعد إخفاء مصير أبو الحسين الحسيني ليبقى التنظيم بلا خليفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر